في القصة دي ناخد حرك كده نروح نسمع الحجة محمود هايولي ونرجع تاني نروح نشوف الحجة محمود الشامي عضو مجلس دار اتحاد الكرة هايولي عن برادلي واللقاء والجونة ونرجع لكم تاني هل باب برادلي المدير الفاني المنتخب من الوطن يعترض على اقامة المباراة في ملعب الجونة؟ كانت صدمة انتفعال شديد جدا جدا ما كانش متوقع خالص خالص لواقع متوقع انك تجدنا الماتش ده يبقى بروبة كويسة جدا لماتش اكتوبر لان احنا قبل اللي حصل في تونس وخروج تونس احنا اكيد 90% ان احنا ماتش اره يكون في ملعبنا اللي هو اكتوبر فالماتش اللي هو التصفيات فعندك ماتش كمان تات اسابيع والماتش ده بروبة مهمة جدا ومساعدك في الترتيب انك انت تبقى موجود طبعا كانت مفاجأة كبيرة وصدمة لكن احنا احتوينا امور موجودة للبازة متحدة الكورة سيما من مهندس انا قولي ده ان هو يجيب الموافق او شمو موافق الاتحاد الغيني ان يلعب في غير المعادل محدد ده هو العصر المعادل محدد ساعسان واساني وفيش اضواء موجودة في الجونة ساعد كتير على نحل المشكلة واتمنى ان احنا نفوص الماتش ده ونعيد ترتيب بقى اولادنا بيكون فيه خارطة طريق كاملة لكورة القدم لانه هل سيتحمل اتحاد الكورة نفقات سفر باعثة غينية الى الجونة ومن سمعها؟ كله ده مشروطة بما فيهم المرأبين بما فيهم الحكام لان طبعا كان تم الحجز في افريقان على اننا ماتش ببرج العرب فطبعا ده كان الشرط الموافقة مشروطة بتحمل كافة الاعباء لاستضافة المنتخب الغيني ومرأبين المباريات والحكام